شارك وزير الخارجية سامح شكري في افتتاح مجموعات العمل الثلاث الخاصة بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة والتي تنعقد قبيل القمة الخاصة بالمؤتمر الذي تستضيفه الأردن بمبادرة مصرية أردنية أممية مشتركة هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية سفير أحمد أبو زيد صرح بأن وزير الخارجية ألقى كلمة في افتتاح أعمال مجموعات العمل استعرض خلالها الوضع المتدهور في قطاع غزة منوها بالقيود التي يتم فرضها على استخدام المعابر البرية الإسرائيلية والهجمات المباشرة التي يتعرض لها الجانب الفلسطيني من معبر رفح موضحا أنه نتيجة لتلك القيود وفي مسعى للحفاظ على تضفق المساعدات الإنسانية قدر المستطاعة فقد قامت مصر بإرسال المساعدات للمدنيين بالقطاع من خلال معبر كرم أبو سالم كما أشار وزير الخارجية لجهود الوساطة التي تبدلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار اشتركوا في القناة